بسهل خير أبنائي طالبات وطلبات السنوية العامة أهلا بكم في فيديو جديد من مادة الوال في يونت 1 Structure and Function in Living Organisms واخدنا بداية أول الاسم ومرة اللي فاتت Support in Human النهاردة نكمل إن شاء الله واخدنا الأكسيري سكيلتون اليوم هناخد الأبنديكلار سكيلتون وأبنديكلار سكيلتون وهناخد لتر إي منه أول بارت وأوبار عن بيكتور الجردل and the upper limbs بيكتور الجردل and upper limbs وبصينا كده مع بعض نفتكر مع بعض نفس الصور اللي فاتت نقضى الجريد الهول بتكون من الأكسيري سكيلتون أو أبنديكلار سكيلتون الأكسيري عبارة عن السكل وأ居ان في الأصاب الخريفون والثلاثي الكيج والثلاثيك إي كيج أو rib كيج نأتي مثلا بكدا الأبنديكلار بيكون من إي بيكون بيكترال cœurدل وividual limbs اند ابر لامس بالاضافه في الورгор بارت من جسمنا في وسطنا بالضبط مكان لبس الحزان بتاعنا بيكترال سوري بيلفوك جردل اند العور لامس بيلفوك جردن اند لاور لامس يبع عندي مستخدم توكروز اللي فوق بيكترال واللي ف scootنا اسمو بيلفوك اللي فوق شابك مع الابر لمس ummş انداء او مع الى اي ات نشب مع اي اللي صح اللو و اي ات نشبت لامس ستعالوا بنا ناخد بالتفصيل الجزء الملون في الصورة اللي قدامك ده يمثل الابندكلر سكيلتون الابندكلر سكيلتون هو عبارة عن بيكتوري الجردل لو بصينا كده بالمركر ده البيكتوري الجردل المنطقة دي هي البيكتوري الجردل طبعا الجزء الملون منها فقط only the color part بيكون من 4 points ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 متقرارين هنا 1 2 3 4 4 points دول يمثلوا ايه البيكتوري الجردل وشابك مع مين شابك مع الابر لامب الابر لامب اهو المنطقة دي كلها ابر لامب المنطقة دي كده ابر لامب يعرفنا كده الابر لامب ايه هو طبعا نيجي بعد كده معنطقة واستمر بالزبط بالفت جردل بيكون من 2 points mainly 2 points هو اكتر من كده في الحقيقة 2 points و 2 points دول شابكين مع الابر لامب الابر لامب اهو من منظرنا تعالوا بينا نكمل لو بصينا السورة نفسها اهي والابندكلر سكلتون الابندكلر سكلتون بيكون من بكتوري الجردل 4 points والابر لامب كل لامب فيهم في الابر 30 30 points يبقى 30 plus 30 يبقى equal 60 فبالبلوك جردل 2 points هنا واحدة ودي التانية بس يبقى 2 points بالبلوك جردل بالاضافة لكل لامب بلوك جردل في 30 يبقى 30 plus 30 equal 60 التوتال بتاع دول 60 plus 60 120 122 126 يبقى التوتال هنا في الابندكلر equal 126 تاني كده نضيف عليهم add هذا عليهم 80 بتعمين الاحيال بتعمين مرة اللي فاتت يبقى التوتال equal 206 ده فين في الادلت احنا قلنا اليونج عنده عدد بونز اكتر من 206 خلصنا كده الديزاين تعالوا بينا نشوف ناخذ كده اول حاجة بكتور الجردل بكتور الجردل بيكوننا ادي اول 2 points دي نحية الكولر بتاعت الشميس بتاعنا ده ايه كولر بون بيسموها بسموها 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 بتبقى موجودة في أي سايد في ال فالفنترال سايد لان ناحية ناحية لما نشوف حد من وشه زي ما يمتش شايفيني كده الكولر هنا وبعده فنترال فيو بتاعي انا ده الفنترال فيو بتاعي انا صح كده طيب ده الفنترال فيو فنترال سايد you got two bones two bones دور اسموه ايه clavicle clavicle يعني شوية horizontal شوية هي فيه لكن شوية ما لها بقى لو سبتنا الصورة كده تعالوا بدينا نثبت الصورة ونشوف ايه اللي بيحصل فيها لو بصينا كده هنلقى ايه clavicle dya الاند ده اللي هو to outside اللي هو outer end شابك على process منبون في الخلف يعني كده اللي اسمها scabular شابك على سنة كده منبون وشابك من ناحية دي اللي هو inner end بتاعها inner يعني ناحية الداخل ناحية center بتاع جسمنا ناحية الaxis شابك على sternum above sternum في حفرة كده في sternum هو شابك عليك يبقى clavicle تعتبر thin bone color bone لها two ends outer articulate مع process من scabular والinner end اللي هو ناحية center بتاع الaxis بتاعنا شابك فوق clavicle شابك فوق clavicle دي كده ايه clavicle دي اول bone من pectoral garden نطلع كده ونطلع كده نشوف البوني التانية هي عبارة عن ايه بصو كده معين البوني التانية هي نثبت برضا الصورة هي حلوة الصورة مثبت كده على على scabular والscabular scabular والscabular يبقى scabular dorsal side في ظهرين كده اختفوا مين clavicle اللي اختفت لانها في من قدام دول من الخلف add back شكلها ايه شكلها triangular يمشير بتاعها triangular in shape triangular ده base بتاع top end بتاع ما لها internally يعني ناحة الداخل ناحة الداخل جسم طيب بالاوتر end بتاعتها عاملة pit عاملة حفرة حفرة دي اسمها shoulder cavity او glonoid cavity فيها كريفتشر عامل كده معرفش انتش شايفيني ولا لا في حقيقة فيها كريفتشر عامل كده فيها ايه فيها glonoid cavity او shoulder cavity يحصل فيها ايه يحصل فيها resting يحصل فيها articulate first bone of arm اللي هي الهيومرس اللي هي دي بتبيت فيها تستقر فيها تستريح فيها داخل glonoid cavity داخل glonoid cavity يبقى عندك في bacterial girdle يتكون من two bones واحدة دورسل او اتنين دورسل يعتبروا اسمهم scapula واثنين adventural view اسمهم a clavicle وclavicle طيب scapula اللي هي proved triangular in shape بنلقى فيها في outer side في حفرة بت بت دي articulate مع head of humerus head of humerus طيب دعالوا بينا شوف لو بصينا كده مع بعض هذه الانونيشة مرة كمان بالمنظر دع اسمها إيه البون دي اسمها scapula لو كاملنا كده مع بعض فين الحفرة اللي قدت عليها mister glonoid cavity أو شردر cavity هيا حفرة في انهيبون في scapula اللي هي كبيرة ضخمة add back يو حفرة هنا حفرة دي طبعا مطلية أو coated ب cartilage و علشان تعمل articulite مع head of humerus اللي هي كمان عليها إيه cartilage هيا كده ده اسمه إيه glonoid cavity أو شردر cavity أو شردر إيه كاملتي طيب تعالوا بينا نكمل shoulder joint أو فيها طبعا cavity بتاعت البلونايد أو shoulder cavity طيب تعالوا بينا نكمل بينا نكمل shoulder joint شكلها إيه وإزاي بيحصل articulation articulation بتاعنا انسك إيه كده أو الأرمي بتاعتك كله في كده كل إيه directions قديم يسموها ball and socket joint أنا خودها مع joints ball and joint ball and socket joint ball and socket joint أو balls إيه joint ball joint يعني الhead بتاعت البول articulate في خفرة وكل directions التي تشايف كيف كل إيه directions 360 في الأنجل بتاعت حلو يعني wide movement wide e movement مش restricted مش نارو لا ضاو wide movable wide e movement عرفنا كده shoulder joint تعالوا بينا نكمل برضو نكمل upper limbs كده خلصنا بكتر الجرد بسلامة الله تعالوا بينا upper limbs كل لامب فيهم آهو بيبتدي ازاي من فوق ده arm طبعا arm وده arm وده arm حتة دي كده من أول القلبه لغاية كده اسمها ايه four arm يبقى arm وfour arm arm وfour arm ودي اسمها ايه اسمها ال hand اسمها ايه ال hand جبت تلات حاجات كل upper limb بيكون من arm وfour arm وبقى كده hand وبقى كده ايه hand ناخد ال arm بس ال arm بس ما فوش جربون واحدة اسمها هيومرس اسمها ايه هيومرس بين قدمنا هيومرس الهيومرس الهيومرس ديها head والهد شفنا ارتوكليت فوق مع shoulder joint الموت مع الموت بتاعها تحت down ناحة الارض يعني بتلاقيه بود واخد كده بروسس معينة بصوه كده شكلها ايه بالمنظر ده شايفين يا أولاد في حفرة كده أو في زي بروسس أو ديبريشن في الهومرس في اللور اند بتاعتها علشان فيه كيرفاشر لبونة تانية بتشبك مع لبونة تانية اللي هي دي اسمها قولنا قولنا بون دي تابع الفور آر دي عملا كيرفاشر نسكية هيك هنشوفها بإنميشان تاني بعد شوية يبقى الارم مفوش غير وان بون اسمها هيومرس كل ارم مفوش غير وان بون اسمها هيومرس نيجي بعد كده نتامل لو بصينا كده مع بعض الصور اللي بعدها ده هيومرس خلاص هيومرس البون اللي بعدها أو الجزء الاخر اللي هو الفور آرمس بكاو من تو بون زي متوا شايفين كده تو بونس واحدة رد واحدة مش من اي ملونة زي كده طيب تعالوا بينا نشوف نشوف لغات فين نمستر نشوف من الخلف كده اهي نعمل اشي بتاعي كده سوري ماشي اوكي تمشي ادي اهي الفور آرم شايفين يكون دي عاملة زي اللي هي لونها رد لونها رد عاملة زي كده طيب الرد دي اسمها ريدي اس اسمها ايه ريدي اس اقصر من من القولنا القولنا الطويلة اللي عاملة كده هو شابك مع مين شابك مع الهومرس ده انترني شابكة ايه انترني يعني انترني يعني داخل ناحية البادي بتاعنا ناحية جسمانه ناحية ايه جسمانه في الوقفة دي بتاع الشخص ده بنلقى البون اللي هي القولنا ناحية البادي كده يعني كأنها ناحية الارض من النصر طب ونحية دي نفس الكلام ايه الشابكة دي لكن مين الاوتر في الحالة دي الاوتر هو مين الاوتر هو الاوتر هو بالنسبة لنا كده هو هو مين هو البون اللي اسمها ريدي اس اقصر من القولنا طيب كده وملهاش مزبوط يعني بدرجة كبيرة مع الهومرس طيب يبقى كأن الهومرس اللي هو الانت بتاعتها مع دي بريشان موجود في القولنا مع دي بريشان موجود فين في القولنا طيب خلصنا كده الفور ارم بيكون من تو بونز هنا يبقى الهومرس وان بون وهنا تو بونز الريد من النوم اللي هي الاوتر اللي هي تقابل الاصبع الاولاني ثمب مثلا كده الثمب يقابله البون دي بالزبط مثلا كده البون دي بتبقى شورتر دان قولنا مثلا كده مثلا كده و اقصر من القولنا طيب تعالي بينا نشوف ايه كمان نبصينا كده ايه بسموع ايه الفور ارم الفور ارم فيه اولنا و اذا ريديس اولنا و ريديس علينا ان نعرف الموقع بتاحهم ان شاءوا على كل واحد بدقى نعلموا بينا نشوف الالبو جاينت الالبو جاينت اللي هو مكان ده مكان تلاقي الهومرس اللي هو الخاص بالارم الخاصة بالارم اسمع هومرس ما ماتوب وانزر خاصة بالفور ارم فيه الالبو الالبو جاينت الالبو جاينت بصوا كده معين هادي المنظر باين جداً هادي الهيومرس واضح جداً ده الهيومرس صح كده هيومرس هيومرس بون واحدة وشايفين البروسيس بتاعتها الاند اللي هو الور اند بتاعها دي مكان تسجيط شايفين الكرفيتشة بتاع القولنا واضح القولنا longer than longer than than mean than redis الredis اهي تقابل اني اصبع تقابل الاكبر في قول الثم يبقى انت لو خطيت ايدك كده الثم البون دي هي مين البون دي هي ايه الريديس والورنال هي كبيرة شوية حتى كده المسافة فعلاً هنا اطول مسافة كده ايه اطول اهي كده اطول من هنا طيب نكمل كده مع بعض ونشوف ايه اللي بيحصل ده الالبو جاينت فيه تلاقي سيبونس هيومرس مع الكرفيتشة الورنال مع الريديس مع ايه الريديس طبعاً ما بيني سيبونس داية ايه liquid اسمه سينوفيال ايه فلاود هنقضو فيه مع بعض ان شاء الله عشان تقييز موشن وايز ايه ايه اكسنشن وفلكشن او زالبو ايه جاينت نشوف كده مع بعض ادي المنظر ادي الهيومرس اهيه وهدي الهيد بتاعت الهيومرس اللي هي مش الهيد سن الوار اند بتاعتها فيها بروسس بروسس دي تبيت وتستقر ورست او لاي اون كالرفيتشة موجود في القلمة من فوق الايه ريديس هتلاقيها شورتر بالمنظر دا الجاين دا اسمه البو المنطقة دي اسمها الالبو اسمها ايه الالبو طيب نكمل كده شناد مع بعض ايه ايه تعالوا ايه علاقة الريديس دا كلين نعمل ايدينا كده كانين بنسلم على حد بصرفين ايدينا كده اهو ترقى ايديك الممدودة دي اهي كده تعمل كده بص الصبع ايدي دا نعم كده امسك القلبو بتاعت كده من تحت اهو انا همسك القلبو ثبته تقدر تحرق كده صح تتعلي بينا هي واقفة كده تقدر تميل كده استحالة صارة يبقى ان الريديس اللي هو مقابل الثم الريديس موز ان سيني سيركولر موشن زي ما انت شايف في درونج ها سيني سيركولر يعني تم درنا 180 ديجريس فاكسد قولنا ثابت مكان وبيتحركش لكن مين اللي بتحرك الريديس دي حاجة مهمة جدا في الاسمان طيب تعالوا بينا نكمل برجو لو وصينا كده مع بعض ادي المنزر قاو واضح انه الريديس فانا شايفك مع مين مع lower part من اليمرس فسابتين يبقى عشان كده ده فكسد ايه فكسد قولنا وده الريديس اللي بتحرك ده الريديس هو ده الريديس نكمل يا شباب كده مع بعض الموضوع ابتدى يا حلو قالك القلبه بعد تعالى القلبه لما تعمله كده اسمه فلكشن القلبه لما تعمله كده اسمه طب لما تمت بكده اسمه اكسنشن امتده اكسنشن افرده كده اكسنشن امتا القلبه بتتحرك بتتحرك لما تعمل فلكشن تعمل تعمل إيه فلكشن شوفها في امميشين التاني بص كده القلبه امتا تتحرك تنزل لتحته هي كده تعمل ايه تعمل فلكشن لفوق فلكشن ايه لفوق يبقى كده فلكشن يبقى فيه موغمانت للنواقل وقت الفلكشن لما تمد ايدة ينام و تمد ايدة كده بتعمل ايه الى مين اللي بتحرك الولنة بتحرك هتقول لي برضو الريديس بتحرك لا انا ما قصدش بتحرك ما كله بتحرك لكن انا اقصد الجوينت بيساعد على الحركة دية بيساعد على حركة الولنة لكن الريديس احنا قلنا الحركة بتاعته around الولنة 180 180 طيام كده تكمل كده يا شباب مع بعضي بعرفنا الفكشن والاكسينشن طبعا ده بمساعدة المسلس او المسكولي نشوف كده مع بعض حاجة كمان الهاند بونز بسلنا منطقة الهاند الهاند بونز عاملة كده هاي دي الهاند بونز بتاعتي الهاند بونز الانيميشن بتاعها جميل دول الهاند بونز دول مش تابعنا دول بتاع الفور ارم جي و جي الريديس والعونز هكدا هنا تلقى فيه رست بكو من الهاند بونز الرست الصغير ده ما كانت مفصل الهاند مع الفور ارم اسمه رست فيه ايد بونز على تو روز منهم سري بونز شابكين مع تو بونز دول سري بونز مش هيبانوا كلهم قوي يعني سري بونز شابكين مع تو بونز قولنا ورنجس من تحت وفايف بونز فور افتكر انك ريخ خمس اصابع ففيه فايف بونز فور يبقى 3 بلاس 5 همه الرست يبقى رست 8 بونز صغير صغير يبقى كده يمتد من مانطقة الرست فايف ايه فايف لونج ريكتانجولر بونز اللي هم متلونين باللون الرد فايف فالانجز الفالانجز بتاعتنا عبارة عن ايه كل فيهم عبارة عن 3 فالانجز يبقى 3 و3 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 هده كده 12 بلاس 2 يبقى 14 يبقى الفالانجز يا ولاد 14 لو جمعنا كده قلنا 14 فوق يعني كده ودي الثنب ده شايفين او قلتين اتنين بس صح كده دور 2 الباقي السلسيات 3 time 4 equal 12 وكمان بلاس 2 equal 14 فورتين بلاس 5 انه هم ريكتانجولر بونز وبعد كده 8 في الرست لو جمعناهم فورتين بلاس 5 يبقى 19 19 بلاس 8 يبقى 27 ابعدة بونز دول كان 27 علينا ان نعرفهم 27 ماشي فهم 27 الرست كان 8 بونز بلاس البالما يسمو دي البالما راحت ايبك إذا انت بتمسط عليه العشياء يسموها ايه بالما بال بلاس 8 في الآخر الفالنجز ايقوال كان 14 وارفنا نقوم زي 14 3 times 4 بلاس 2 3 times 4 بلاس 8 2 التوتال ايقوال 27 27 تاب 27 دول توف دماغو دالحن دي باس 27 باباسينا كده الابر لم بجايتنا حال هو حن دي باس دول 27 دول 27 تاب ودول 2 يبقى بلاس 2 ودول كان 1 بلاس 1 يبقى التوتال 30 يبقى البونز 30 بونز 30 بونز 30 بونز 30 بونز 30 بونز بعد كده ريديس وقالنا فين ريديس وفين القلنة حد يعرف هذا يعتبر يدوري أولاد على الفرست فرست الفرست اللي هو ده الثم لو انت مش عارف فين الريديس وفين القلنة تقدر بتتقريبها من الثم مجدد الثم ها الفرست اللي عنده عقلتين اثنين بس يقابل الثم بإيه الشورت بون اللي هي بسموها إيه بسموها الريديس الشورت بون هي الريديس لان كده وده القلنة اللي عاملة إيه عاملة ارتوكريت صحيح قلنا UL هني قلنا ها عامل أرتوكليتنا عاملين مع الـ lower end of humerus ماشي خلاص كده يبقى 1 plus 2 plus 27 equal 30 نشوف الرسمة الجاية هادي الـ equation الـ humerus 1 boon الـ forearm 2 boons الـ hand فيها 27A boons يبقى total لكل upper arm equal 30 يبقى 30 plus 30 equal 60 ده 2A اللي 2 upper limbs plus البكتور الجرد اللي فيه كان boons 4 ها clavicle و clavicle و scabula scabula clavicle و clavicle scabula scabula يبقى 4 plus ها plus كان plus 60 يبقى 60 كان 64 هاكل طيب ها لو بينا نكمل نكمل خلاص كده هوت الطبق بتاعنا وكفاية علينا النهاردة او كفاية علينا في الفيديو ده اتمنى يكون قصير ولزيزة نحن نهضو وترجعوه بسرعة جود لك ونتقابل في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي هو ببارة بالفجردل والـ lower limbs انتظرونا ان شاء الله سلام يا شباب باي باي جود لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا